موسيقى صباح الخير بحلقة جديدة من أخبار الصباح لليوم الأربعة 27 أيلول من ذاكرة الحرب المؤلمة معرض للفنانة التشكيلية زين الخليل ببيت بيروت أيضا افتتاح متحف أميل حنوش بشتورة وغير من التقرير أما تجوفنا لليوم في أهني دكتور مصطفى البطل أمين سر نقابة الأسنان بلبنان لنحكي معه عن مؤتمر بيروت الدولة لطب الأسنان بالدورة 27 وأيضا ضيفتنا الثانية سوسن المصري مديرة مكتب لبنان بمؤسسة التعاون لنحكي معه عن الحفلة الخيرة بكرة الخميس بأسر المؤتمرات بتباية لدعم برنامج التعليم بمؤسسة التعاون إنما البداية مثل العادة مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية اليوم معنا أستاذ حسان المصري صباح الخير أستاذ حسان صباح النور غبتوا عننا يومين تضامنا مع هيئة التنسيق التنسيق النقابية إن شاء الله توصلوا للمطالب يلي عم تتمحوا لألو نعم يمكن أخذنا موقع أكيد تضامنا مع هيئة التنسيق وكل المواصفين والإدارات العامة ونحن دايما إيجابيين كأرصاد وكموظفين فإن شاء الله دايما منبادر بالمنيح ومنتأمل إنه نوصل للمطالبنا إن شاء الله تفضل بالنسبة للتقس أوكي بالنسبة للتقس نحن بأجواء كتال هوائية معتدلة ورتبة بتسيطر على الحوض الشرق إلى المتوسط اليوم الأربع قليل الغيوم عنا ضباب على المرتفعات ودرجات الحرارة مع لايئة تغيير أوكي بالنسبة لبكرة الخميس كمان ضباب وغيوم بالأجواء بالساحل ما في تغيير بدرجات الحرارة بينما عنا انخفاض بالمناطق الجبلية وبالبقع انخفاض طفيف نعم بالدرجات الحرارة بالنسبة للجمعة كمان غائم جزيا ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافة بدرجات الحرارة عفوا بالمناطق الجبلية وبالبقع تحديدا بينما بالساحل ما عنا أي تغيير نعم صحة مرسي الآن إذا نعطي درجات الحرارة اليوم بالساحل من 23 إلى 31 درجة أوكي بالجبل من 15 إلى 24 بمناطق الأرز من 11 إلى 20 وبالبقع من 14 إلى 30 درجة أوكي نسبة الرطوبة قدي؟ الرطوبة مكسيموم عم تسجل 70% يعني أكيد الشوب الحدد تبع الشوب رح تكون أخف من الباقي الأيام عم بينحكى أنه بالويك عند رح يكون في شتاء قديم مضبوط نعم إجمالا من الجمعة بالليل الطاقس حيغير الحرارة عم تنزل باستمرار وبسبات والأجواء مهيئة لأمطار نهار السبت على عنوين الصحف اليوم الأربعة وعشرين أيلول وفي عنوين صحيفة النهار أزمة الرئاسة تجرؤ على الثانية واعتداء على الثالثة السلسلة ستدفع بمفعول راجعي بعد إقرار قانون ضرائب حسباني للنهار المؤسسات الدولية قد تخفض تصنيف لبنان وبصورة الرئيسية جموع المعتصمين المنطالبين بسلسلة الرتب والرواتب بساحة رياض الصلح مبارح تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء إن كان الصورة أول عنوين الرئيسي رح نشوفه مشترك مع معظم الصحف اليوم بأسرار الآلهة في النهار تبين أن مجلس الوزراء لم يحدد التعويضات الشهرية لأعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات كما نص القانون في مدته 18 يؤكد مصدر مالي أن التقارير عن انهيار الليرة ليست جديدة وقد نشر عدد منها مرات عدة منذ عشرين سنة سجل تصريح للمديرة العامة لوزارة الاقتصاد تؤكد فيه أن الأموال متوافرة لدفع الرواتب الجديدة في الشهر الأول وأن قانون السلسلة نافذ ولم يعلم إذا كان منسقا مع الوزير وبإحاء منه أم مجرد تصريح شخصي تحدث وزير عن قيام إدارة رئاسة الجمهورية بسحب بنود من جدول أعمال مجلس الوزراء من دون تقديم الأسباب والمبررات وبختم النهار ضمن الافتتاحية بقلم سمير عطلة ومقالب عنوان وطن القضايا وبين هللين النجوم سابقا من تابع جولتنا مع عنوين صحيفة الحياة يلي كتبت بالعنوين الرئيسي انذار عراقي للأكراد بتسليم المعابر إردوغا يتهم بارزاني بالخيانة ويهدد تجويع سكان الإقليم قادفات روسية تقصف داعش من الأجواء الإيرانية والعراقية تهران تتحكم بمفاصل الاقتصاد السوري هجوم فلسطيني تزامن مع محادثات موفا دي ترامب مقتل ثلاثة إسرائيليين في مستوطنة قرب القدس متاس يؤكد عدم التهاون مع الملاذات الآمنة للإرهاب الهند تهدد بهجمات وراء حدود باكستان حوار ليبي في تونس بحثا عن توافق ثاني بعيدا عن الأخبار السياسية مفاجأة الأجنة التركبية تتحدى العلوم المعاصرة بالملف الطبي بالحياة وبختم بالأخبار اللبنانية تفاقم خلافات الرؤساء في لبنان برّي التنسيق مع سوريا ضرورة نتابع جولتنا مع عناوين صحيفة المستقبل تمويل السلسلة بين رأيين والحسم في بعبدة برّي يحذر من الاعتداء على صلاحياته وقتل الطائف حلف عراقي تركي إيراني لخنق كردستان الملك سلمان يأمر بإصدار رخص قيادة للنساء وهو خبر أيضا رح نشوفه بمعظم الصحف منقول مبروك إذن للنساء حيث أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة بالمملكة العربية السعودية فلسطيني يردي ثلاثة إسرائيليين ويستشهد مقتل إيراني يقود عمليات الحوثيين على الحدود السعودية إسرائيل ترفض وقف بيع السلاح لميانمار الاستفتاء المضمر استقلال الكيان العراقي عن حزب الدعوة مجلس الوزراء في المحافظات الإنماء عنوان المرحلة بيروت برنامج مكثف لتطوير البنى التحتية والتحسين البيئي والاقتصادي والاجتماعي وبختم المستقبل بقلم خير الله خير الله الأكراد يعيدون رسم خريطة المنطقة ونتابع مع نوين صحيفة الأنوار الحكومة تنتظر عون لبحث أزمة السلسلة والإضرابات مستمرة بر ما يجري تجرؤ على البرلمان واعتداء على صلاحيات رئيسه بغداد تمهل إقليم كردستان ثلاثة أيام لتسليم السيطرة على المطارات طهران سنبني مصفاة للنفط في سوريا فلسطيني يقتل ثلاثة جنود إسرائيليين في مستعمرة قبل استشهاده السعودية تسمح للنساء بقيادة السيارات وبقلم المحلل السياسي هل مجلس الوزراء المرتقب يحل ورطة السلسلة وبالأخبار الاقتصادية ترامب يعيد بتخفيضات هائلة على ضرائب الطبقة المتوسطة وبختم الأنوار مثل العادة معرفي أخوري ومقالت لليوم بعنوان ضجة ضرائب والسياسات في فندق الحكومة من الأنوار إلى اللواء المواجهة بين بعبد وعين التيني تعطل تمويل السلسلة بر يصف ما يجري بالاعتداء على صلاحياته والمستقبل يعتبر لقاء باسين لمعلم اعتداء على رئاسة الحكومة الملك سلمان اليوم الوطني جسد الوحدة وبقلم فؤاد مطر استحضار وصية الجد عبد العزيز في احتفالية الحفيد محمد اردوغان يحذر بارزاني من المجاعة المعلم الحكم الذاتي لأكراد سوريا قابل للتفاوض العبادي يمهل كردستان ثلاثة ايام لتسليم المطارات وتفادي حضر جوي عملية نوعية وضعت الاحتلال امام نمط جديد من المواجهة نمرو القدس يقتل ثلاثة اسرائيليين ويستشهد وايضا في اللواء فارس سعيد بمقابلة لصحيفة اللواء اليوم مؤسسات الدولة تنهار لالحاق لبنان بدائرة النفوذ الايراني وبختم مع الاخبار الرياضية فوز ساحق للهلال السعودي اسيويا الى عنوين البلد السلسلة تنتظر حكمة رئاسية والشارع يواصل التصعيد اكراد العراق يترقبون نتيجة الاستفداء جسر روسي لنقل القوات عبر الفرات في سوريا اطلاق الموسم الرابع لموسيقى الحجرة في الانتونية وايضا في البلد المالكة رانيا ايقونة الموضة العربية وبالاخبار الرياضية اخر ايام اتحاد كرة السلة من تابع ومنصل الى عنوين الصحف باللغات الاجنبية وبترجمة للديلي ستار الحكومة تؤجل البتة في قرار السلسلة عقوبات امريكية جديدة على مصارف كوريا الشمالية ومن الديلي ستار منتقل الى لوريون لجور اه لا قبل ما اختم الديلي ستار المملكة العربية السعودية تجيز للنساء قيادة السيارات هلأ لوريون لجور وايضا في عنوين بالعنوين الرئيسي النقمة الاجتماعية مزدوجة يفاقمها الكباش السياسي ثورة صغيرة في المملكة العربية السعودية للنساء حق في القيادة ومن تابع جولتنا مع عنوين صحيفة الشرق اتصال بين عون والحريري يبدد الشكوك مجلس وزراء السلسلة الى الخميس بانتظار عودة الرئيس برية التجرؤ على النيابي بداية قتل الطائف اردوغان يتهدد الاكراد قطر الاخوان ارهابية وندعمها العثور على مدينة الاسكندر المفقودة المستقبل ايدت مواقف المشنوق حرب عربية كردية تدق ابواب كاركوك وايضا في عنوين صحيفة الشرق بقلم عون الكعكي ضمن رأي الشرق كردستان مدخل لتقسيم المنطقة وختيما السعودية امر ملكي بتمكين المرأة من قيادة السيارة من الشرق الى الشرق الاوسط وفي عنوان الرئيس الملك سلمان يمنح المرأة السعودية حق قيادة السيارة خادم الحرمين وجهها في قرار تاريخي باصدار الرخص بدءا من يونيو المقبل والخارجية الامريكية ترحب تصعيد عراقي تركي منسق يطوق الاكراد طهران تقارن الاستفتاء بقيام اسرائيل وبغداد ترفض الحوار مع اربيل مصفات ايرانية في حمص وواشنطن قلقة المانيا تحاكم رجل داعش الاول الفصائل باركت ونتنياهو اتهم السلطة بالتحريد وامر بهدم منزل المنفذ مقتل ثلاثة جنود اسرائيليين قرب القدس وختاما وبعيدا عن السياسة ايضا بالملف الطبي بشرق الاوسط ينشطه ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم انسولين كامن لمرضى السكري ومن الشرق الاوسط الى عنوين صحيفة الجمهورية المحطة الاخيرة ضمن جولتنا على عنوين الصحف اليوم بعنوان الرئيس قطع الحساب يهدد بقطع الموازنة الملك سلمان يجيز للمرأة السعودية قيادة السيارة الحرب الباردة تهدد الحكومة والانتخابات بغداد تصعد واردوغان يتوعد الاكراد بمجاعة وبالاخبار الرياضية ريال يفك عقدته في سينيغال ايدونا بارك وبختم مع الصورة الرئيسية ايضا للاعتصام بسحة رياض الصلح تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء والصورة بعنوان غضب الشارع ومعها الصورة من الجمهورية مكون ختمنا جولتنا على عنوين الصحف بريك اول ومنرجع اشتركوا في القناة